بسم الله الرحمن الرحيم والموسم الجديد من برنامج أذكر نتمنى من الله عز وجل التوفيق والنجاح إن شاء الله ربنا يبارك في حضرتك آمين يا رب جلنا أسئلة كده أستأذن حضرتك بس هنجاوب عليها تمام معاك السؤال الأول بيقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزاك يا أستاذ أنا عندي ستين عام أحبك في الله لو سمحتي عندي سؤال محيرني نفسي شيخنا الأفاضل يجاوبوا لي عليهم مش عارفة تواصل طبعا كلنا نعلم الزوجة المتوفي زوجها لعدة أربع شهور وعشرة لو زوجة متزوجة في المدينة وزوجها من بلد أرياف قرية مجورة للمدينة ممكن الزوجة تاخد عزاء زوجها مع أهله ثلاث أيام أو أسبوع في قرياته مع العلم أن المنزل يرس الزوجة المتوفي فيه أرجوك يا حبيبتي سأيي لهذا السؤال طبع عليكم السلام ربنا يبارك في حضرتك يا رب وطبعا تحت أمر حضرتك إن شاء الله فضلت الشيخ إبراهيم ما يجاوب حضرتك حالا هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الخاتم المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في الحقيقة يعني أنا بحقق حضرتك لإني كان جاءنا أسئلة كتير وكان وقت البرنامج ما يسمعش كان جاء مدخلات كتير جدا المرأة اللي فاتت فما الحقناش إن احنا نجاوب الأسئلة دي فأنا هنبدأ بها الحال فالغالب برضو هنعزين نوضح احنا برضو في الأساس احنا مش برنامج فتاوة الفتاوة هي المنود بيها دار الإفتاء لكننا هنحاول نوضح بعض الأمور الشرعية يعني العدة بالنسبة للمرأة المتوفرة عنها وده تكريم من الله عز وجل للزوج يعني هتلاقي أي حد العدة بتاعته النبي عليه الصلاة قال لها حدادة فوق ثلاث إلا المتوفرة عنها زوجها فالنبي عليه الصلاة قال لك الحداد في الحالة دي بيكون قد إيه 130 يوم 4 شهور و 10 تيام أما ننجي نحسبهم 34 في 30 ب120 و 10 تيام ب130 يوم ففي الحالة دي بتعمل المرأة بتتربس المرأة بتقعد في بيتها ما بتخرجش إلا لضرورة خارجة تجيب أكل خارجة تجيب شرب خارجة لحاجة من من أساسيات الحقيقة رايحة تكشف عند الطبيبة أولادها تعبنين لو هي موظفة بتمارس عملها ليها أن هي تخرج تمارس العمل بشرط أن هي تمتنع عن الطيب تمتنع عن الزينة أن هي يعني بتبقى في نوع من أنواع الحداد ففي الحالة اللي بتقولي عليها دي هي لو خارجة لضرورة أو لحاجة مهمة مثلا فيه واجب عزاء موجود زي ما بيحصل في الأعراف وإن كان موضوع العزاء ده فيه كلام كثير يعني الناس العلماء كانوا يعني بيفضلوا أن العزاء ده بيقتصر على تشيع الجنازة أما ما يحدث من بهرجة ومن سوانات عزاء وما إلى ذلك فهذه من الأمور الغير مستحبة والغير مفضلة الاقتصار على تشيع الجنازة هو المستحب في هذا الأمر فاحنا بنقول لها إذا قضيت ثلاثة أيام اللي انت عملت فيهم الحداد دول رجعي يمكس في بيتك مرة تانية والله المستعان والله الموافق إن شاء الله إن شاء الله في سؤال تاني في الحديث الشريف ابن صالح يدعو لأبيه يدعو له هل الدعاء الذي يصل للمتوفي يصله من ابنه فقط أم من زوجته أيضا وباقي عائلته هو الحديث كما ورد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة يعني الإنسان بيأخذ أعماله أثناء الحياة الدنيا هو بيعمل خير وبيعمل السواب شار فيه لكن العمل يستمر بعد الوفاء في ثلاث حالات زي ما سيدنا النبع السلام آه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لكن بالنسبة للدعاء فالدعاء طبعا بيصل إلى الميت سواء من ولد المتوفى لكن احنا بتقول الولد لأنه بيبع حريص ودائم الزكرة على أبيه ومن باب صلة الرحم انه هو يدعو لأبيه كما كان يفعل الأنبياء في السابق عليهم السلام في سؤال تاني أنا متزوج من عشر سنوات وزوجتي لا تلتزم بالصلاة وأمرتها كتير وهي لا تنفذ أبدا فقلت ممكن أعمال البيت وضغط عليها أعمل إي أنا خايف من تأثيرها دا قوي أرجو الإفادة لكم جزيلا الشكر طيب هو الأمر في الصلاة في آية منصوصة عليها في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فده أمر موجود في القرآن وتلاقي كلمة واصطبر يعني حتى التعبير القرآني أما جيه عبر عن كلمة الصبر ما قالش واصبر عليها قال واصطبر لتأكيد ولزيادة الصبر يبقى الراجل في حالة أنه هو بيؤمر أهل بالصلاة يعرفها أن الصلاة دي هي أعماد الدين زي ما من نوع الصلاة قال من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسدت بقية أعماله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن من أركان الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقوام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل فلازم يعلمها أهمية الصلاة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة فهذه المرأة التي لا تصلي كما يقول أحد الصلحين يقول كنت أرى أثر المعصية في أخلاق زوجاتي ودباتي أما بعمل حاجة معصية أو بعمل حاجة غلط فأنا أجد أثر هذه المعصية في أخلاق زوجاتي ودباتي كذلك هي أيضا إذا تركت الصلاة فإن الله تبارك وتعالى يرسل إليها أثر هذه المعصية فتجد تعبا في حياتها وتجد مشقة في حياتها لذلك يجب علي أن يعلمها فضل الصلاة أن الصلاة تغسلها من الذنوب وتطهرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طميم بشكر حضرتك جدا هننتقل بقى الزوجة الثانية موضوع تعدد الزوجات في الحقيقة هو الزوج لما بتزوج زوجة تانية هي زوجة تانية بتعمل نفسها بتعمل الزوجة الأولى يعني هي نفس الزوجة ونفس الأولاد ونفس البيت إيه بقى اللي يخلي الزوج يعني يتزوج زوجة تانية طيب هو في الحقيقة الله عز وجل يعني أما تكلم عن التعدد في الزواج قال فانكيحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فالله عز وجل قيد هذا الأمر بموضوع العدالة لكن إلا إحنا عايزين نقوله إن الراجل النهاردة إذا أحب أن يتزوج في العموم في المطلق مش يتجوز على مراته الحاجة راجل أول مرة يتجوز أي حكم الزوج هنا الزوج ممكن يكون مباح ممكن يكون واجب ممكن يكون جائز ممكن يكون مستحاب ممكن يكون محرم يعني ممكن الزوج نفسه لو هو راجل غير قادر على الإنفاق وغير قادر على المعاشرة وغير قادر على فتح بيت وغير قادر وغير قادر وغير قادر فالحالة دي نقوله ما تتجوز سأفضل فكذلك إذا أراد الرجل أن يتزوج من امرأة ثانية لو وجد أن هذا الأمر سيسبب مفسدة سيسبب ضررا لبيته سيسبب ضررا على نفسه لن يستطيع يعني واحد مش قادر يصرف مش قادر ينفق على امرأة وعايز تجوز تاني يعني يعني يجيب لنفسه وجع قلب زي ما بيقوله كده بالبلدي لا إحنا نقوله لا أنت كفايا أنك أنت معك زوجة واحدة تستطيع أن تتكفل بها وتستطيع أن تنفق عليك الرجل وجد في نفسه القدرة المادية على الزواج القدرة الجسادية على الزواج زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباقة فليتزوج فإنه أغضوا للبصر وأحسنوا للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء النهاردة قد يكون هناك امرأة مثلا تعقول أطفال أيتام فالنهاردة الرجل عايز يساعد هذه المرأة هيساعدها إزاي كان الصحابة زمانا ما واحد يستشهد في معركة من المعركة النبي عليه الصلاة والسلام بيزوجها على طول ينادي على واحد من الصحابة أو يطلب لها زوج النبي عليه الصلاة والسلام كان متزوج من أكثر من امرأة سيدنا عمر تزوج من أكثر من امرأة سيدنا أبو بكر تزوج من أكثر من امرأة معظم الصحابة كانوا متعدد الأزواج في بعض المنشدات أو بعض الحاجات اللي بتطلع على السوشيا الميديا يقولك لا لتعدد الزوجات أو لا نعم لتعدد الزوجات احنا ما نقدرش نقول لا أو نعم كل حالة لها المقياس التي تقز به الميزان التي تزنوا به هذا الأمر ايه بقى الشروط الوجب توفرها عشان الزوج يتزوج زوجة تانية ما هو ربنا سبحانه وتعالى قيد هذا الأمر زي ما قلنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنى وسلاسة وربع فإن خفتم ألا تعديلوا فوحدة هو لازم برضو يكون بعلم زوجته ولا؟ هنجوز عليه بس يعني اللي أنا عايزة أقول لحضرتك أن النهاردة لا يشترط من ناحية الشرعية أن الراجل يبلغ مراته أنه هو يتجوز عليه يعني مش من شروط صحة عقد الزواج أنه هو النهاردة يقول لها أنا هتجوز عليك فالزواج لا هو ممكن أنه هو يتزوج وبعد كده يبلغها ممكن من باب الود أو من باب المعروف أو من باب التمهيد أو من باب أنك أنت يعني فيه عشرة وفيه مودة أو فيه رحمة ما بينك وما بين زوجتك فأنت ممكن النهاردة يعني تمهد لها أو تفاهمها لكن أنت النهاردة ما تجيش تقولي لا ده شرط أن أنا أبلغ زوجتي قبل الزواج فيه ناس فاكرة كده فيه ناس كتير فاكرة أنك أنت عشان خاطر تتجوز على مراتك لازم تعرف الزوجة الأولى وإلا عقد الزوج هيقب بطل لا عقد الزوج صحيح فإحنا الشرط الأساسي في العلاقة الزوجية أن أنت لو تتجوز عليها أنك أنت يكون عدل عدل في النفقة وعدل في المسكت فيه أمور يعني قد يسأل سائل وقولك ربنا بيقولك ولن تعدل طيب ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميت فتذروها كالمعلقة أما نيجي نقرأ سياق هذه الآية هذا السياق لما تكلم عنه رب العزة عز وجل تكلم عنه بعد العلاقة الزوجية بعدما الراجل تجوز واحدة تانية وليس قبل إقامة العلاقة الزوجية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ده واحد متجوز اثنين وبعدين فيه ميل قلبي لوحدة أكتر من التانية وده كان حاصل في عهد النبي على السلام كان بيفضل السيدة عائشة وكانت أحب النساء إلى قلبي فكان يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني بما لا أملك أما الذي يميل لمرأة في المبيت وفي النفقة ولا ينفق على الأخرى فإن هذا الرجل هذا الرجل ظالم للنفسه وظالم لأهله ويبعث يوم القيامة شقه مائل تمام الزواج طبعا هي حاجة يعني بتكون كويسة للرجل تمام حرك بقى تفسر بإيه ظهور دعوات بعض النساء إن هم بيشجعوا الزواج التاني والله هو في حالة إن الرجل بيتزوج تقولي الزواج كويس للرجل ليه ما هو كويس للرجل وللست يعني 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 هو كويس للرجل أكتر فليه ست تشجع الزواج التاني زي ما أنا أقول لحضرتك يعني المخروض اللي يشجعوا الراجل إنش الست ليه بقى هي تشجعها؟ هو رجل أما هتجاوز هتجاوز ست مش هتجاوز رجل زيه رجل أما هيجا هتزوج هتزوج من امرأة هذه المرأة لها حقوق ولا مش لها حقوق الست التاني اللي هو هيتجوزها دي هي مش امرأة لها حقوق وليها الحق إن هي كلها زوج وليها الحق إن هي كلها أسرة وليها الحق إن هي كلها بي لو ليها أسرة يعني تفضل إن حد يدخل في أسرتها كشريك مثلا أو كده والله بقى نسألهم يعني لو انقلبت الآية هي هتوافق على الكلام ده ولا مش هتوافق بس في الغالب أنا شايف فيه دعوات كتيرة بتحصل دلوقتي على سوشيال ميديا والغريب إن هي بتطلع من سيدات إن هم بيطلبوا بتعدد الزوجات يمكن شايفين بصي أولك على حاجة ما شرع الله عز وجل شيئا إلا وفيه صلاح البشر إحنا النهاردة الست عندنا في مجتمعنا توافق إن جوز هيخنها أو يعمل علاقة غير شرعية أو ينحرف عن المصاد لكن هم يتجوز عليها وهذا الأسف الشديد هذا ضلال يعني ده محتاج إن نحن نصح هذا المصاد يعني أنت النهاردة لو الراجل بقى بيبص من وجهة نظر يقولك أنا بدل ما أقع في الحرام بدل ما أقع في علاقة غير شرعية أرتكب عليها زنبا وأخذ عليها وزرا من عند الله تبارك وتعالى طب إيه منع إن أنا أتزوج في علاقة شرعية أعول أسرة أعول بيت امرأة مطلقة زي ما أنت بتقولي ليه هي عايزة تتجوز هي عندها ظروف واحدة بتعقول أولاد أرمالة واحدة عندها النهاردة معدل العنوصة النهاردة في الوطن العربي قد إيه هتلاقي النهاردة اللي عده 30 سنة اللي إحنا بنقول يعني بص أقولك على حاجة يعني أنا ما بحبش لفظ عانس دي لكن إحنا نقول اللي تأخر بهم سن الزواج تمام العدد 35 سنة العدد 40 سنة العدد قد إيه النهاردة الشباب المقبل على الزواج النهاردة العدد قليل جدا أنا أنا شايف زمان من 20 سنة كان فيه أقبال شديد على الزواج النهاردة العلاقات السوشيال ميديا والعلاقات المفتوحة والأمور دي خلت الشباب يقولك لأ طبعا هتجاوز ليه والتأثير السلبي للإعلام على عقول الشباب النهاردة ده يعني خلى شباب كتير لا يقبلوا على الزواج طب البنات دول هتجاوزوا إزاي إذا لم تجد الرجل المناسب إيه المانع أنه يكون متزوج وعنده زوجة تانية ولا عنده زوجة تلتين المشكلة ربنا ألمسنا وسلسة ربع تمام هو في قسمة الزواج ممكن نعمل شرط كده أنه هو الزوجة يعني أنه جوزها ما تجوزش عليها ممكن نعمل الشرط ده في قسمة ده ما نفعش لأنه لو هو جاءت يعني نفترض أنه هو تزوج عليها الشرط في قسمة الزواج بشرط ألا يحرمه حلالا أو يحل حرامة يعني هتلاقي حتى وثقة الزواج الجديدة كده مكتوب فيها يشترط يجوز للزوجين اتفاق على أي شرط بشرط ألا يحرمه حلالا أو يحل حراما طمام فالنهارده أنت هتحرمه ما أباحه الله عز وجل لكن النهارده ممكن تحط شوية قيود يعني ممكن مثلا بموافقتها مثلا برضو ما هو في واحدة هتوافق يعني صعب يعني صعب أن هي تحط شرط زي كده وإن كان البعض أجاز يعني في بعض العلماء أجاز والمرأة أن هي تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها وأنا كنت حتى يعني من خلال قراءتي في تاريخ وسائق الزواج وجدت أن أحد النساء كانت كانت بشرط إذا تزوج عليها الزوج أصبحت العصمة بيدها أو أمرها بيدها يعني لو تزوج عليها هي بقى برحتها أن هي تروح تطلق نفسها وقت ما هي عايزة وتاخد حق الشرعية كنت تتك تمام في يعني بعض الناس بيقولوا أن الأزهر ضد تعدد الزوجات إيه رأي فضلتك ورأي فضلت شيخ الأزهر في موضوع تعدد الزوجات؟ يعني نقدر نقول أن فضلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أعزه الله عز وجل ونفع به الإسلام لم يتطرق مطلقا إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات بل أنه خلال مؤتمر الإفتاء العالمي في كتوبر 2016 قال أنه لا يدعو إلى تشريعات تلغي حق التعدد لكن هو كان بيقول أنه أرفض أي تشريع يصدم أو يهدم تشريعات القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو يمسها من قريب أو بعيد وذلك كي أقطع الطريق على المزيدين والمتصيدين كلمة هنا أو هناك يقطعونها عن سياقها ليتربحوا بها ويتكسبوا من ورائها لكن هو بيتساءل ما الذي يحمل المسلم الفقير المعوز على أن يتزوج بسانية ويترك الأولى بأولادها وبناتها تعاني الفقر والضياع ولا يجد في صدره حرجا يرده عن التعسف في استعمال هذا الحق الشرعي والخلوق به عن مقاصده ومآلاته هو بيقول لك النهاردة هذا أمر أباحه الإسلام لكن أنت النهاردة واحد فقير مش قادر أنه يعول بيت ومش قادر أنه يعول أسرة يروح يتزوج وحدة تانية عشان خاطر يصرف يصرف عليها وهو مش قادر يصرف على أولاده يبقى أولى أنه هو يصرف على أولاده ويعول أولاده رأيي فضلتك في موضوع السيدة فاطمة لما النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن سيدنا عليه رضي الله عنه يتزوج عليها طيب هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن السيدة فاطمة عرفت أن سيدنا علي بن أبي طالب سيتزوج من بنت أبي جهل وأبو جهل طبعا معروف عدوته للنبي عليه الصلاة والسلام وعدوته للإسلام وعدوته للإسلام فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه فاطمة فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشاهد يقول أما بعد فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيعة فحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا قال فترك علي الخطبة الحديث ده في بعض الناس بيقولوا إن من حق الزوجة ممكن ده برضو على السؤال اللي حدرت طرحته من حق الزوجة النهاردة أن هي تشترط ده اللي استدلوا به بعض الناس على إن من حق الزوجة أن هي تشترط ألا يتزوج عليها زوجها لأن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما إحنا بنقول إن هو اشترت على سيدنا علي وعدني فوفى لي وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها فهو خايف على سيدنا علي من حقتين إن هو عدم الإلتزام بالعهد مع النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة التانية إن هو يؤذي السيدة فاطمة وإذاء السيدة فاطمة هو إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم والأمر التالت إن هي امرأة ليست كفئة لسيدة فاطمة ده ابنة عدو الله عدو الله ابنة أبو جهل فعشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ناخد من الحديث ده كده زي ما حدودك بتقول إن هو الزوجة التانية لو الزوج بيفكر إن هو يتزوج على زوجته يعني تكون الزوجة تانية كفئ لزوجته لازم يشوف الناحية دي بر الكفاء مطلوبة في كل الزواج وعمومة طمام لكن كمان في حاجة ثانية إن سيدة فاطمة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال كاملة من الرجال كثير ولم تكمل من النساء إلا أربعة منهم السيدة فاطمة فهذه امرأة كاملة والكامل لا يجوز أن تغضبه يعني دي امرأة كاملة في الصفات وفي الأخلاق وجميع الصفات المطلوبة من المرأة فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاف على سيدنا علي إن هو يتزوج على فاطمة فيؤذي السيدة فاطمة ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفي بعهده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المستدل به من هذا الحديث من الناحية الشرعية والقانونية لازم أن نخطر الزوجة بأن الزوجة هيتزوج عليها هي المادة 11 من القانون 25 سنة 29 كان بيكلم على أن على الزوج أن يقر في وثقة الزوج بحالته الاجتماعية فإن كان متزوجا فعليه أن يبين في الإكرار اسم الزوجة أو الزوجات التي في عسمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق اختارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مكرون بعلم الوصول فالقانون النهاردة ألزم الزوج في حالة رغبته في الزوج من امرأة أخرى إنه هو يقول للمأزون الشرعي في مكان فيه خانة موجودة كده في وثقة الزواج إذا كان بعصمته زوجات أو معتدات بيكتب اسم الزوج وبيكتب محل إقامة الزوجة الأولى أو لو كان في عصمته زوجتين ثلاثة تانيين لأن فيه ثلاثة تانيين فضيل فممكن واحد بيتجوز الرابع فلازم يخطر الثلاثة تانيين إنه هو متزوج عليهم فبيبلغ المأزون بهذا الأمر والمأزون بيخطرهم بخطاب مسجل بعلم الوصول لو لم يفعل ذلك يبه هنا بيقع تحت طائلة القانون إدلاق ببيانات خاطئة في وثقة الزوج إيه بقى الصفات اللي هي في الزوجة اللي ممكن تخلي زوجها مثلا يكرهها أو يتزوج عليها أو كده فالله يعني ما احنا بنقول كده ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخلي الشريعة الإسلامية هي حل الكثير من المشاكل واحد مراته مثلا ما بتهتمش به واحد مراته مهملة في نفسها واحد زوجته مثلا عصبية بتديقه بتزعله كتير طبعا النهاردة بدل ما أقع فأطلق هذه المرأة وأخرب البيت ممكن أتزوج من امرأة ثانية أجد عندها السكينة زي ما ربنا قال وجعل بينكم إيه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات اللي قومي يتفكرون تمام هي بقى لو رفضت الزوجة التانية مثلا وزواجه وهي لسه عارفة أنه هو هيتزوج يعني هو لسه ما تزوجش من ناحية الشرعية ولا من ناحية القانونية من ناحية الشرعية ماشي هي ألا إيه الرفض دي هو شيء موجود الزوج بيتم عادي ولا هي بترفض كده خلاص ما يتمش هو الزوج اللي يقدر هذا الأمر تمام الزوج النهاردة عشان خاطر يتزوج على مراته هو ليقدر هذا الأمر إذا كان رفضها ده هيؤدي إلى ضرر كبير أو أنه مش هيقدر يقنعها أو أن هي هيحصل عندها مشكلة خلاص ما تقبلش على الأمر ده لكن إنت لو قادر أنك إنت قلبك جامل شوية روح تجوز عليه أنت حر لكن القانون المصري القانون المصري النهاردة لو زوج تزوج على زوجته فمن حق هذه المرأة إذا وقع عليها ضرر يعني فيه حاجة اسمها التطليق للضرر بترفع أمرها للقاضي القاضي بينظر إلى مدى الضرر الذي يقع عليها وبعد ذلك إذا وجد أن هناك ضرر يطلق هذه المرأة تاخد كافة حقا الشرعية عشان كده القانون يقول لك اعلن الزوجة يعني الزوجة تعرف وليها سنة من تاريخ علمها بالزواج إذا كانت عايزة تطلب أو ترفع أمرها للقاضي للطلق لو عد السنة خلاص ما بقاش لها الحق في الأمر ده طيب العسمة زي ما قلنا بنشوف كده في أفلان زمان ممكن تكون في إيد الزوجة وهن هي لي الحق أنها تطلق زوجها وتطلق نفسها وكده تطلق زوجها لطلق نفسها هو الطلق هو حق أصيل للرجل يعني الطلاق زي ما ربنا قال الطلاق مرتين فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فالطلق هو حق أصيل للرجل ولكن يجوز للرجل أن يوكل في هذا الحق غيره سواء قبل عقد الزواج أو بعد عقد الزواج فليه أنه هو أثناء العلاقة الزوجية لو أحد مسافر مثلا خارج البلاد وعايز أنه هو يطلق زوجته فمن حق أنه هو يوكل أحد الأشخاص أن ينوب عنه في تطليق هذه المرأة لكن لو النهاردة في بداية عقد الزواج اشترتوا الاثنين حطوا شر إحنا فيه زي ما بنقول فيه بند من ضمن البنود الخاصة اللي هو اللي يحرمه حلالا ولا يحله حراما هل يجوز للرجل أنه هو يجعل العصمة في إيد زوجته آه يجوز أنه هو يوكلها في هذا الحق لكن هذا الأمر لا ينتفي مع حق الزوج يعني أنا كنت زمان كنت شاهد في أحد الأفلام أن امرأة حطت شرط أن العصمة في إديها وبعدين تتعنت وترفض أن هي تطلق الزوج والزوج يتحيل عليه عشان خاطر أنها تطلق وطبعا هذا الأمر غير صحيح من ناحية الشرعية هذا الحق وحق وكالة زي ما أنا وكلت حضرتك مثلا أن كنت تبيع السيارة بتاعتي لكن أنا ما زلت أحتفظ بهذا الحق في باعي لهذه السيارة كذلك لو وكل الزوج زوجته في تطليق نفسها ففي نفس الوقت من حقه أنه هو يطلق نفسه منها الشرط ده ما بيتحط في أسيمة الزواج يعني عايزين نفرق ما بين حالة الخلع وحالة تطليق المرأة في وقت معنا ولا ما فيش وقت للأسف إحنا للأسف خلصنا طيب نبقى نوضح الأمر ده في حلقة تانية إن شاء الله جديدة عشان يعني إيه وقتنا مع حضرتك بيعدي بسرعة جدا بشكر حضرتك وبشكركم مشاهدينا وانتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من حلقات البرنامج وطبعونا على صفحة البرنامج وجروب البرنامج وذكر السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة